اهمية الاستثنائية السنة دي لمهرجان القاهرة أنه تعمل القاهرة هو ثالث مهرجان على مستوى العالم هو الخسائر كانت في اتجاهين داخل الرئيسي بتاع المسلسلات يأما في قناة تلفزيونية تاخدوا حصر الاتفورمس هتلاقي معظم شركات الانتاج يبدأوا يفكروا منطق منامل 6 حلقات و8 حلقات وطبعا اهمية الاستثنائية السنة دي لمهرجان القاهرة أنه تعمل لأنه لما تبص على أنحاء العالم بعد مهرجان برلين السينمائي لأن ده كان آخر مهرجان كبير لحق قبل ما ينتشر موضوع الكورونا ففعليا القاهرة هو ثالث مهرجان على مستوى العالم يتعمل تقريبا بكامل تقديراته وقوته صحيح عدد الأفلام قل زي ما حصل طبعا في الجونة وزي ما حصل في فينيسيا بس ثالث مهرجان فده حد ذاته يعني عارف حتى هتلاقي لما قابلت ناس كتير كلهم محتاجين حتى لو قلانين من الكورونا بس تلاقيهم عايزين ييجوا على المهرجان لأنه احنا تقريبا بقالنا سنة ومفيش حياة فعلية فلولا الجونة والقاهرة كان حسينا برضو كأنه منعزلين أو في كثيرة لهمية الرئيسية دايما أنه غير أنه المهرجان اتطور جدا من ساعة ما استلم محمد حفظي رئاسة المهرجان لأنه بيبقى فيه دور أنك المواهب موجودة سواء المواهب التنظيمية أو أنك تلاقي أفلام أو ما له علاقة بالأفكار الإبداعية فهو حفظي راجل بيعرف يلاقي أو يدي الفرص للناس دي فده اللي يمكن نطق المهرجان أكتر في ثلاث سنين الحاصل السنة دي طبعا أكيد كلهم ملاحظ عدد الأفلام أقل عدد العروض أقل لأنه عشان مسألة التباعد الاجتماعي وعشان ما ينفعش السينماات تتميلي زي في كل أنحاء العالم لكن أهميته عنصرين رئيسيين دايما هم المؤمنين للمهرجانات الجمهور وده لسه موجود بطابور بانتظار طويل طبعا عدد كراسي قل بس موجود والحاجة الثانية ما هو مرتبط بالصناعة نفسها اللي هو تحريك المشاريع اللقاء والتعارف بين مختلف اللي يصنعوا السينما سواء منتجين أو مخرجين أو غيره هو الخسائر كانت في اتجاهين هو على قد ما خسائر على فكرة على قد ما الجانب الإيجابي أنت في العصر الزهبي للمحتوى عموما وحتلاقي حصل على طول بديل مباشر يعني هتلاقي ابتدت في أفلام أوكي تتعرض على طول على بلاتفورمز على وسائط إلكترونية مش شرط تنزل السينما الدربة الرئيسية أكتر جزء من السينما اللي يعانى خسارة مخيفة هو السينماات دور العرض احنا بنتكلم أنه نزل على أقل 80% إيرادات السينما بما ده ينطبق على الدخل بتاع السينما نفسه وخاصة أن احنا في آخر خمس سنين تقريبا فيه توسع كبير جدا في دور العرض في مختلف دول العربية وتحديدا السعودية اللي ما كملتش كتير عن إيرادات الأفلام نفسها يعني بتدأ نزل شوية أفلام سواء أمريكي أو مصري أو حتى عربي بس ما عملتش الإيرادات المعتادة لأنه مش نفس العدد من الجمهور اللي ممكن يروح فانت ده تأثر على مستوى صناعة السينما التأثير الثاني أنه في عندك دورة مال تأجلت يعني على مستوى سنة الأفلام غير المصرية في أفلام جاهزة كتير كانت مخططة تبقى في مهرجانات سينماية دولية سواء كان فانيس تورونتو أو غير كله تأجل فانت عندك دورة مال تأجلت سنة حييجي الإيرادة ويتبعوا كل حاجة بس ده أحد التأثيرات السلبية على اللي حصل ده الأفلام المصرية الكبيرة تأجلت ده برضو في تأجيل دورة مال فانت ما يفعش تخاطر وتنزل حتى لو في سيزن أو في موسم رئيسي لأنه انت ما عندكش القوة الكاملة من السينما رقم اثنين لسه الجمهور في شوية ناس بيروحوا بس انت عندك ألا لأنه في موجة تانية أيا كان قوتها بس في الآخر الناس قال أنا تروح على السينما حجم المحتوى اللي مطلوب دلوقتي لأنه في منافسة وكل بلاتفورم عايز يعمل أفضل محتوى سواء على مستوى برا العالم العربي أو جوة العالم العربي فالتأثير اللي حصل أولا فتح المغامرة أكتر إنك حتجرب أنواع ده ما كانش موجود هتلاقي مؤخرا فيه كم من الحاجات رايحة في رعب أو رايحة سريلر أو موجهة للتين إيجرز ده ما كانش محطوط قبل كده كان طول الوقت المسلسلات تلاتين حلقة أول بتوع التسعين أو المية وعشرين فالمعادلة الجديدة الإيجابية أنه عندك تنوع كبير جدا في أحجام المسلسلات أو حتى نوع الأفلام أو أنه ياخدوا مغامرة الجانب طبعا مش بالضرورة سلبي بس هو كل ده عشوائي يعني مش قائم برضو بالأمور بتتغرب يعني ناتفلكس في الآخر بينتجوا مئات الأعمال كل الزنة مش كلها طبعا عظيمة بس هم محتاجين في الآخر يعملوا محتوى كتير عشان يبنوا مكتبة كبيرة قبل ما يقو الجهات الأخرى أو البلاتفورمز الأخرى فهو التأثير الإيجابي الكبير جدا أنه ده هيسمح بوجود اكتشاف مواهب كتيرة بقى تجريب أنواع كتيرة اللي هو هتوصل بالتدريج أنك تعمل حاجة غير متوقعة سواء كأفلام أو مسلسلات أو حتى برامج بلاتفورمز بقى أسهل يعني أصلا قناة التلفزيون هيفضل فيه شريحة على فكرة التفرج على قناة التلفزيون بس مش بنفس العدد بتاع الأول لكن موضوع البلاتفورمز هتلاقي معظم شركات لإنتاج ابتدوا يفكروا منطق ما نعمل ست حلقات وتمن حلقات وعشر حلقات دي حاجة أنك تروح لأنواع أنت ما كنتش تستجري قبل كده تروح لها لأنه الموضوع كان قائم على منطق أنه عندك نجم تعمل له مسلسل تأتيين حلقات تشتغل على إطار محدد اجتماعي مثلا أو غيره دلوقتي هتلاقي فيه زي موراق الطبيعة زي فيو هينزلوا مسلسلين اللي اتنين فيهم رعب وأرواح وجن ففيه اتجاه كده غير اللي بيتعمل عن العلاقات الإنسانية ما كانش بيتعمل في المنطق ده على شاهد مثلا زي نمرة اتنين فأنت ابتدى ده واضح كده وباين في المشاريع اللي بيتحركوا فيها معظم الشركات أنه رايحة في الاتجاه ده أنك تجرب كده ما بقاش قائم عن نجمة يعني بالتدريج مش هيبقى لاختلاف كبير قوي لأنك أنت كمان لما هتعمل حلقات مركزة بيتصرف صح إلى حد كبير لما بيبقى 30 حلقة مش إنه ما بيتصرفش صح بس أنت الحلقات بتبقى أقصر مش ساعة نصف ساعة غير إنه معظمها لرمضان فأنت في الحلقات دي البدجت الأهم أنه أنت بتعمل بتصرف في المكان الصح سواء أنك بتدي أجور أو مؤثرات بصرية أو صوتية ده اللي يعني كده كده الميزانيات طالما فيه بلاتفورمز عايزين وفيه إقبال من الجمهور البدجت بتتحدد على الأساس ده الدخل الرئيسي بتاع المسلسلات يأما فيه قناة تلفزيونية تاخده حصري يأما يتوزع على 8-10 قنوات متوزعة في عدة طول عربية وده كعرض أول وبيبقى فيه عرض تاني واللي بيبقى فيه مشفر وخلاف وفأنت كنت بتلم وفيه كان الشراكة مع التلفزيون المصري أو إنه التلفزيون المصري يبقى هو المنتج والمنتجين هما منتجين منفزين فبيبيعوا بمبلغ معين دلوقتي ده شوية بيتغير لأنك إنترى ما بتنتج خصيصا لبلاتفورم أنت منتج منافس أنت بتنفذ لهم اللي هم عايزينه ببرجت وبيطلع أجرك كإنتاج فهي مش سهلة تتحسب وهي ماينفعش تتحسب إيه اللي بيجيب لك أكتر هو فعليا أنه اللي بيخلي مشروعك أفضل وده عمال يتغير شوية شوية يعني زماني يمكن كان الدخل أوضح وأسهل بسبب تنوع القنوات والاعتماد عليها والإعلانات اللي بتزيد وبتغلي أسعارها وخلاف الوقت اللي وضع اختلف جدا مش هينفع المقارنة زال عندك عدد كبير عدد كبير من الجمهور يعني لسه القنوات هتفضل يعني نحن نبقى أبطأ في تصغير حجم القنوات التلفزيونية في العالم العربية لأنه لسه في عندك شريحة كبيرة من الجمهور لسه ما عندهاش الاعتياد ده بتاع انه يبصوا حتى لو على الموبايل ومفيش الحقيقة حسبة بالملي مفيش دراسة عاملة مطلعة أرقام كده واضحة مين اللي بيبص فلين أو لا في الأول طبعا كانت مزعجة شوية موضوع الكورونا وخاصة أول شهرين انت مش عارف خطورة القصة فبتنعزل واخلاف لما تفكر فيها الجانب برضو الإيجابي الواحد محتاج يهمد شوية مش غلط نبطأ الإيقاع اللي بنعمله طبعا مش لكل الناس في نتايج كارثية عليهم ما بعملهاش بالجاو بتاع انه لازم نفكر إيجابيا أكيد في ناس مستحيل تفكر في السنة دي إيجابيا لكن على الأقل بالنسبة لنا من ناحية صناعة السينما السفر تقريبا وقف فمش غلط أحيانا تفارمل شوية فيه طبعا حصل تأثير يعني ما له علاقة مثلا بالتوزيع سواء السينمائي أو النكتبية اترحل فانت عندك كتلة من الأفلام اللي انت حاطت فيها فلوس فهيتأجل يجي لك فلوس بس احنا مش معتمدين بس على قطاع واحد لأنه غير من يطير أعمال الأسامي مهمة في عالم الترفيه والسينما غير اللي منقدم كمحتوى إعلامي غير الأشياء أخرى ده عملت شوية توازن بس طبعا حصل خسائر خسائر انك انت فيه فلوس مجمدها لمدة سنة